انعقد لقاء جهوي حول تنفيذ خارطة الطريق الجديدة المتعلقة بتطوير قطاع التكوين المهني على مستواجهة درعة فلالت خاصة تلك المتعلقة بمستقبل مدينة المهن والكفاءات وخلال هذه الورشة الجهوية تم التأكيد أن مدينة المهن والكفاءات بدرعة فلالت إحدى أهم مشاريع خارطة الطريق ستقام بمدينة راشدية على مساحة تصل إلى خمسة هكتارات باستثمار يبلغ 200 مليون درهم هدف من اللقاء التي تم تنظيم دياله اليوم مع السلطات المحلية وممثلي الغراف المهنية والمقاولات الجهوية وكذلك المصارح الخارجية كان هو النقاش حول التصور العام لمدينة المهن والكفاءات من جهة وكذلك مناقشة العرض التكويني والتخصصات التي ستأتي بها هذه المدينة لتأكد من ملاءمتها مع النسيج الاقتصادي الجهوي هذه المدينة ستفتح أبوابها في وجه الطلبة ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2024 ذلك بسعة تصل إلى ألفي مقعد سنويا حيث أن هذه البنية ستمكن من تكوين في 48 شعبة وتخصصا موزعة على ستة أقطاب للتكوين في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة والفندقة والتجارة والتسيير والصناعة والصناعة التقليدية والرقمنة تتشرف مجلس جهة درعة فلالت لكي نخرط في هذا المشروع الرائد الذي يتعلق بمدينة الميهن والكفاءات بجهة درعة فلالت المبلغ الإجمالي للمشروع حوالي 20 مليار سنتيم المساهمة للمجلس الجهة حوالي 8 مليار سنتيم طبعا هذا المشروع من شأنه أن يوفر إمكانات كبيرة ونوعية بالنسبة للتكوين في القطاعات ذات الصلاة بالتنمية الجهوية خاصة قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية والطاقات المتجددة وأيضا قطاع المعادن وغيرها من القطاعات المشروع سيساهم في تطوير جميع المهن التي تحتاجها مختلف القطاعات بالجهة للمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل على المستوى الجهوي كما ستمكن هذه البنية من خلق فرص كبيرة للتكوين ترتبط بقطاعات أساسية لاقتصاد جهة درعة فلالت بما في ذلك الطاقات المتجددة والفلاحة والمعادن والسياحة